خلينا نروح للمنتخب الوطني اللي أدى الحقيقة بقيادة مديره الفني كابتن حسام البدري تمرين الأخير النهاردة الصبح بستاد بيترو سبورت قبل ما يتوجهه بقى للعاصمة نايروبي علشان يوجه طبعا منتخب كينيا في منافسات الدولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية تمرين شهد النهاردة مشاركة الثنائي المحترف طبعا محمد النني لعب أرسنل للإنجليزي وكمان محمود حسن تريزيجي لعب أستون فيلا الإنجليزي بعد ما نضمه للمعسكر طبعا مبارح بالليل بالإضافة لمشاركة عبدالله جمعة لعب الزمالك بعد ما هو كمان نضم للمعسكر الحضر التمرين كمان أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة واللي بيترقص طبعا البعثة ومعا عضو الاتحاد أحمد حسام عوض بعثة المنتخب زي ما قلنا لحضراتكم غادرت مطار القاهرة العصر للعاصمة الكينية نايروبيا على متنة طائرة خاصة علشان طبعا استعدادا لمواجهة منتخب كينيا المقرر لها يوم الخميس اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم في منافسات طبعا أفريقيا أو المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 منتخب كينيا بيحاول خلال الفترة الأخيرة أنه يكون ليه وجود على الساحة الأفريقية وشارك يمكن في أمم أفريقيا الأخيرة اللي أقيمت في مصر بعد ما استفاد من رفع عدد المنتخبات المشاركة لـ 24 منتخب وقتها خلينا نقول كمان أن المنتخب كينيا بيضم 11 لعب محترف خارج كينيا ثلاثة في السويد واثنين في جنوب أفريقيا واثنين في زامبيا وواحد في كندا وتوركيا واليابان والمغرب المباراة أحمد بيقول أنها مش صعبة أنت كنت تقول مش صعبة أنا شايفها مش صعبة يعني إذا كنت أنت رايحة بتلعب يعني عايز أهلي كس أمم أفريقيا عشان أنت نفسي على البطولة يعني ما كامل الاحترام والتقدير أنا عمري ما بأقصد فكرة التقليل من الخصم بس كينيا أنت لو علعبتها 10 مطشاط طبيعي جدا تكسبي 9 منها يعني بره أرضك جوه أرضك ما تفرقش معاك والجيل ده والأسماء والأسماء دي يعني أنا من حقي كمصري أحلم أن الفرقة دي جدا جدا تأخذ بطولة أفريقيا تأخذ بطولة أفريقيا الأول أنا شايف أن الجيل ده من حيث الإمكانيات بقى رائع جدا لكن لسه شخصية المنتخب لسه مستوسقة بالنفس لسه التوليفة لانسجام ما وصلناش لأعلى درجة ممكنة وده الشغل الأساسي يعني أنت لو قيمت الأسماء بشكل كل اسم الواحد وبشكل فردي هتلاقي عندك أسماء محترمة جدا نفس الجيل العظيم اللي حقق بطولة أفريقيا في ثلاث مرات متتالية نفس الجيل العظيم اللي قدم مبارات العمر مع البرازيل وكسب إيطاليا ويعني كان بيقدم مستويات مفرحة لشعب المصري كل أنا شايف أن الأسماء دي لا تقل عنهم تبقى بقى أنه كل دايما صهر في شخصية منتخب مصر وإزاي ده يحصل أنا هتكلم فيه كلام كتير طبعا هنفتحه مع كابتن فاتحي مبروك دفنا النهاردة في السادسة هتكلم على الأولمبي وهتكلم على الكبير عندنا كلام كتير جدا على أي حال أحمد أنه لازم نكون برضو زي ما بنقول دايما نحن في ظهر نادي الأهلي لازم نكون في ظهر المنتخب لازم نكون بندعب المنتخب كويس جدا لازم يبقى الكلام بقى لكابتن حسام البدري ما خادش اللعب كذا ليه ده موجود في القائمة أكيد أي مدير فني لأي منتخب في العالم بيبقى شايف هو أكتر عايز مصلحة المنتخب وعايز يكسب وعايز يكسب بطولة أفريقيا وعايز يروح كاس عالم فأكيد هو قدرى بمصلحة المنتخب اللي هو بيدربه فعلشان كده يبقى الفترة الجاية بس أنه نحن نبقى بنتكلم فإننا ندعم المنتخب قبل المباراة دي